اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التجربة هي موقف معين يتضمن فرصا تؤدي الى نتائج تسمى نواتج بمعنى عند القاء قطعة النقود مرة واحدة مثلا هذه تسمى تجربة وهذه التجربة انا اعلم مسبقا جميع النواتج التي سوف تظهر في التجربة ولكن اي النتيجة سوف تظهر ما ادري يعني على سبيل المثال في تجربة القاء قطعة النقود جميع النواتج الممكنة هي اما ان يظهر الشعار او يظهر الكتابة كده انا فعلا عارف جميع النواتج المتوقع لكن هل وانت بتلقي قطعة النقود هل انت عارف هي قطعة النقود استقر على او تظهر الشعار او الكتابة لا يبقى ما هي التجربة هي موقف معين يتضمن فرصا تؤدي الى نتائج تسمى هذه النتائج نواتج ففي الموقف علال هو القاء قطعة النقود التجربة هي القاء قطعة النقود مرة واحدة طب ما هي النواتج هي كل ما يمكن ان ينتج من هذه التجربة ففي التجربة السابقة النواتج الممكن هي الشعار او الكتابة طيب الحادثة ما هي الحادثة هي عبارة عن نتيجة او اكثر للتجربة زي لما اكون بلق قطعة النقود وانا اطلب منك حادثة ظهور الكتابة دي اسمها حادثة يبا هي نتيجة او اكثر للتجربة فمثلا في التجربة السابقة مثلا احدى حوادث هذه التجربة ظهور الكتابة وايضا احدى حوادث هذه التجربة ظهور الشعار طيب هذه هي الحادثة اللي هي عبارة عن جزء من التجربة نفسها طيب عندي تعريف مهم جدا وهو فضاء العينة ما هو فضاء العينة؟ فضاء العينة للتجربة ما هو مجموعة جميع النواتج الممكنة جميع النواتج الممكنة فعلى سبيل مثال في التجربة السابقة ما هو فضاء العينة؟ فضاء العينة يكون مجموعة تحتوي على شعار وكتابة طيب كيف يمكن تمثيل فضاء العينة؟ يمكن تمثيل فضاء العينة باستخدام اما باستخدام القائمة المنظمة او باستخدام الجدول او باستخدام الرسم الشجري او مرة كيف يمكن تمثيل فضاء العينة؟ عندي ثلاث طرق لتمثيل فضاء العينة طريقة القائمة المنظمة، طريقة الجدول، طريقة الرسم الشجري تعال ما نتعرف على طريقة القائمة المنظمة عندي مثال ألقيت قطعة مقد مرتين وليست مرة واحدة مثل فضاء العينة لهذه التجربة باستعمال القائمة المنظمة مرة والجدول مرة والرسم الشجري مرة طبعا عندي الرمية الاولى لما ارمي قطعة النقود لأول مرة اما يظهر الشعار اللي بنرمزله بالرمز L او تظهر الكتابة اللي بنرمزله بحرف L T طبعا قائمة المنظمة كيف نكتب فضاء العينة بطريقة القائمة من نظمة شباب عندي الرمية الاولى اما T او L والرمية الثانية ايضا اما T او L فنكتب بهذه الطريقة T و L و تحتها L T اللي هي الكتابة ممكن يظهر معها شعار اللي هو ال L و T اللي هي الكتابة ممكن يظهر معها ايضا في الرمية الثانية كتابة طيب لو ظهرت في الرمية الاولى ل L الشعار ممكن ان يظهر في الرمية الثانية L ايضا له الشعار واذا ظهر في الرمية الاولى شعار الرمز الشعار L قد يظهر الكتابة T وبالتالي يكون فضاء العينة بطريقة القائمة المنظمة T و L T و T L و L L و T طريقة الجدول بلنعم الجدول مقوم من صفين وعمدين الصف الاول يحتوي على L والصف الثاني يحتوي على T اللي هو الكتابة والعمود الاول L والعمود الثاني T وبالتالي تكون النوااتج هي تقاطع الصف الاول مع العمود الاول اللي هو L و L تقاطع الصف الاول مع العمود الثاني اللي هو L و T تقاطع الصف الثاني مع العمود الاول اللي هو T و L وتقاطع الصف الثاني مع العمود الثاني اللي هو T بهذه الطريقة عرفت ما هي عناصر فضاء العينة اللي يعبر عن المجموعة L و L L و T T و L T و T الطريقة الثالثة وهي طريقة الرسم الشجري الرمية الأولى نواتج الرمية الأولى إما أن يظهر الشعار L أو يظهر الكتابة T طيب في الرمية الثانية في الرمية الثانية أيضاً إما أن يظهر الشعار L أو يظهر T وأيضاً إذا كانت نتيجة الرمية الأولى هي T يظهر إما الشعار L أو الكتابة T وبالتالي نحصل على مجموعة عناصر فضاء العينة اللي يعبر عن L و L L و T T و L T و T ما عندي تحقق من فهمك طبعاً مطروك للطالب بس ممكن نعرفك طريقة الحل سريعاً ولقد قطعة نقد مرة واحدة ثم رمية مكعب مرقم مرة واحدة أيضاً مثل فضاء العينة لهذه التجربة باستعمال أيضاً القائمة المنظمة والجدول والرسم الشجري في القائمة المنظمة كيف نكتب فضاء العينة بطريقة القائمة المنظمة؟ تعال لما نرجع افتكر كده طريقة القائمة المنظمة كنا بنعمل إيش؟ كنا بنكتب النواتج النواتج في رمية الأولى وأيضاً نواتج الرمية الثانية وبالتالي يكون في مثال في تحقق المثال الأمام في تحقق هنكتب نواتج الرمية الأولى اللي هي عبارة عن الكتابة والشعار ونواتج الرمية الثانية اللي هي مكعب الأرقام اللي هي من واحد لستة وبالتالي هيكون في القائمة المنظمة هيكون النواة الجي عبارة عن T مع الرقم واحد T مع الرقم اثنين T وثلاثة T واربعة T وخمسة T وستة وايضا L وواحد L واثنين L وثلاثة L واربعة L وخمسة L وستة ده كده طريقة القائمة المنظمة طيب لو حبيتك تبع على شكل جدول هكون جدول يتكون من صفين اللي هما عبارة عن L والT وستة عمدة اللي هي الأرقام واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وشوف تقاطع كل صف مع كل عمود فيكون T وواحد T واثنين T وثلاثة T واربعة T وخمسة T وستة وايضا L وواحد L واثنين L وثلاثة L واربعة L وخمسة L وستة طب لو حبيت فارسمها على الرسم الشجري كيف سويها هكتب الحرفين اللي هما T وال L فوق وكل حرف يطلع منه ستة أسهم الحرف T يخرج منه ستة أسهم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وايضا الحرف L يخرج منه ستة أسهم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وبالتالي يكون فضال عينه عبارة عن T وواحد T واثنين T وثلاثة T واربعة T وخمسة T وستة أيضا L وواحد L واثنين L وثلاثة L واربعة L وخمسة L وستة وبالتالي يكون رسمت الرسم الشجري تعال لن نشوف كده مع بعض التجربة اللي أنا قلتها حالا في تحقق دي تسمى التجربة ذات مرحلتين مرحلة الأولى اللي هي رمي قطعة النقود مرة واحدة والمرحلة الثانية هي رمي مكعب الأرقام مرة واحدة طيب هل في تجارب تمر بأكثر من مرحلة نعم في تجارب متعددة مراحل ثلاث مراحل أربع مراحل خمس مراحل وهي يبقى ما هي تجارب متعددة مراحل هي التجارب التي تحتوي على أكثر من مرحلتين حالا ما تشوف كده مثال على التجارب التي تحتوي على أكثر من مرحلتين في عندي مثال بيقولي شطائر يبيع أحد المطاعم شطائر اللحم بثلاثة أحجام إما صغير أو وسط أو كبير وهذه شطائر اللحم إما أن يكون بالجبل والطماطم والمخللات أو باثنين منها أو بأحدها أو بدونها مثل فضاء العينة لأنواع الشطائر الممكنة باستعمال الرسم الشجري طبعا هذه التجربة تسمى تجربة متعددة المراحل يتكون فضاء العينة من أربع مراحل ما هي المراحل الأربعة؟ أولا اللحوم نفسها هل هي حجم اللحم صغير S أم أنه وسط M أم أنه كبير L يبقى عندي تلات أنواع أو تلات أحجام من اللحوم S و M و L عندي إما أن يكون بالجبن أو بدون جبن المرحلة الثالثة إما أن يكون مع الطماطم T أو بدون الطماطم N T أيضا قد قد يكون مع شطائر لحم مخلات أو P أو بدون مخلات N P يعندي أربع مراحل أول مرحلة تمثل حجم اللحم أو حجم الشطيرة نعث المرحلة الثانية هل هي بجبن أو بدون جبن المرحلة الثالثة هل بطماطم أو بدون طماطم والمرحلة الرابعة هل معها مخلات أو بدون مخلات طيب منتاز طيب منتاز طيب منتشوف كده كيف يمكننا رسم الرسم الشجر لهذه المراحل الأربعة هذه الرسم الشجر سيكون بهذا الشكل على اليسار اللي هو حجم شطيرة اللحم إما أن تكون صغيرة S أو أن تكون متوسطة M أو تكون كبيرة L دي مرحلة الأولى من كل واحدة هطلع منها من كل من كل حجم هطلع منه سهمين أما أن يكون C أو N C عند S C أو N C عند M اللي هو بدون جب وعند L أيضا C وN C اللي هو بدون جب يخرج من كل مرحلة أيضا سهمين T وN T اللي هو بطماطم أو بدون طماطم وأيضا من الN C يخرج منها T وNT طماطم أو بدون طماطم وأيضا بعد كده يخرج منها من اللي بعدها T وNT وبعدها أيضا T وNT T وNT T وNT من كل سهم من كل كده أنا خلص بمرحلة الثالثة بعد كده بمرحلة الرابعة أخرج برضو سهمين ليه سهمين بس لأن أنا عندي إما أن تكون بمخللات أو بدون مخللات وبالتالي عندي كل حرف T أو NT يخرج منها سهمين بمخللات P أو بدون مخللات NP أيضا في تحتها P وNT وN P P وNP وهكذا وبالتالي يكون عندي فضاة العينة لو S وC وT وB يعني الحجم الصغير مع وجود جبن مع وجود طماطم وبمخللات أو الحجم الصغير S مع وجود جبن مع وجود طماطم ولكن بدون مخللات وهكذا حجم صغير مع وجود جبن بدون طماطم مع وجود مخللات حجم صغير مع وجود جبن مع عدم وجود طماطم وعدم وجود مخللات وهكذا إلى أن أنتهي من عناصر جميع عناصر فضاء العينة مخللات حواتف 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 يرغب مصطفى في شراء هاتف نقار ويمكنه أن يختاره بلون فضي أو أسود أو أحمر وأن يكون بكاميرا أو بدونها ويمكنه أن يحصل على سماعات أو حافظة للجهاز مثل فضاء العينة لهذا الموقف بالرسم الشجري طبعا هذا مطروك للطالب ولكن أيضا نعطي الطالب فكرة الحل هذه التجربة تمر بكم مرحلة ثلاث مرحلة مرحلة لون الهاتف اللي هو الفضي أو أسد أو أحمر المرحلة الثانية هل بكاميرا أو بدون كاميرا المرحلة الثالثة هل يمكن أن يحصل على سماعات حافظة للجهاز وبالتالي هنكتب على اليسار هنكتب الثلاث ألوان المتاحة لدي اللي هي الفضي والأسود والأحمر ويخرج من كل لون يخرج منه سهمين سهم اللي هو بكاميرا والسهم الآخر بدون كاميرا ويخرج أيضا من اللون الأسود سهمين سهم نكتب عليه بكاميرا والسهم الآخر نكتب عليه بدون كاميرا في اللون الثالث وهو اللون الأحمر يخرج منه سهمين سهم بكاميرا وسهم بدون كاميرا على كل سهم كل ناتج من الأسهم اللي أنا ذكرتها اللي هو كاميرا بدون كاميرا يخرج منها أيضا سهمين عند السهم الأول سماعة والسهم الثاني حافظة للجهاز وأيضا ننزل للسطر اللي بعده إما سماعة أو حافظة للجهاز وننزل اللي بعده إما حافظة أو سماعة أو حافظة للجهاز وهكذا إلى أن أنتهي من الرسم الشجر خالما نتكلم عن شيء مهم جدا وهو مبدأ العد الأساسي هل لابد لو أنا حبيت أعرف عدد النواتج الممكنة لفضاء العينة هل لابد أن أنا أرسم الرسم الشجري أو أرسم الجدول أو بالقائمة المنظمة أنا بس محتاج العدد عدد النواتج هل لابد أن أنا أرسم الرسم الشجري مثلا وبعدين أعد النواتج فكذا أنا عرفت عدد عناصف فضاء العينة أكيد أبدا أكيد فيه طريقة تسهل الموضوع فهنا بيقول قد لا يكون تسجيل جميع النواتج فضاء العينة في التجارب ذات المرحل أو متعددة المراحل عمليا أو ضروريا غير منطقي أبدا أن أنا أفضل أرسم في الرسم الشجري عشان أعرف بس عدد النواتج لذا يمكن استعمال مبدأ العد الأساسي لإيجاد عدد النواتج الممكنة مبدأ العد الأساسي يعطيك فقط عدد النواتج الممكنة مبدأ العد الأساسي يعطيك عدد النواتج الممكنة اما اذا كنت محتاج انك تعرف ما هي النواتج الممكنة فلابد انك انت ترسم الرسم الشجري او الجدول او القائمة المنظمة لو كنت محتاج تعرف عناصر فضاء العينة اما لو كنت بس محتاج تعرف عدد الطرق او عدد عناصر فضاء العينة في هذه الحالة يمكنك استخدام مبدأ العد الأساسي إذن مبدأ العد الأساسي لا يعطيك نواتج وإنما يعطيك عدد هذه النواتج أيضا يسمى مبدأ العد الأساسي بقاعدة الضرب يسمى مبدأ العد الأساسي أحيانا بقاعدة الضرب للعد ما هو مبدأ العد الأساسي؟ التعبير اللوظي يمكن إيجاد عدد النواتج الممكنة لفضاء العينة بضرب عدد النواتج الممكنة في كل مرحلة من مراحل التجربة فإذا كان لدينا تجربة عدد مراحلها K K مرحلة مرحلتين يبقى الكيب اثنين ثلاث مراحل يبقى الكيب ثلاثة أربع مراحل يعني الكيب أربعة وهكذا وإذا كان N1 هو عدد النواتج الممكنة في المرحلة الأولى وN2 هو عدد النواتج الممكنة في المرحلة الثانية بعد حدوث المرحلة الأولى طبعا وN3 هو عدد النواتج الممكنة في المرحلة الثالثة بعد حدوث المرحلة الأولى الثانية إلى أن نصل إلى NK لو عدد النواتج الممكنة في المرحلة K بعد حدوث جميع المراحل السابقة ليه N1 و N2 و N3 وهكذا في هذه الحالة العدد الكلي لنواتج التجربة هي كالتالي N1 ضرب N2 ضرب N3 ضرب N4 وهكذا إلي أنا انتهى طيب ألا ما نشوف المثال السابق حق الهواتف نحن قلنا يرغب مصطفى في شراء هاتف نقال ويمكن أن يختاره بلون فضي أو أسود أو أحمر كم عدد عناصر هذه المرحلة ثلاثة اللي هو اللون الفضي اللون الأسود أنا بتكلم عن عدد فقط عدد عدد عناصر هذه المرحلة ثلاث عناصر ثلاثة عناصر وهي الألوان الفضي والأسود والأحمر طيب عدد عناصر المرحلة الثانية اللي هو بكاميرا أو بدون كاميرا كم اثنين طيب عدد عناصر مرحلة ثالثة كم اثنين بسماعة أو بحافظة جهاز طيب كم عدد عناصر فضاء العينة في هذه التجربة هنضرب عدد الألوان اللي هو ثلاثة ضرب الاثنين اللي هو بكاميرا أو بدون كاميرا ضرب الاثنين اللي هي معاه حافظة أو سماعة وبالتالي يكون عدد عناصر فضاء العينة هو ثلاثة ضرب اثنين ضرب اثنين فيعطيني اثناشر يعني عدد عناصر فضاء العينة لهذه التجربة هنكون كام؟ اثناشر عنصر هنشوف مثال آخر يريد ساعد قراء ثوب من بين البدائل المبينة في الجدول المجاور مع عدد الخيارات المتاحة أمامه ليختار ثوبا مناسبا هذه التجربة تمر بعدة مراحل أول مرحلة نوع القماش عنده خمس أنواع من الأقماشة كل نوع من الأقماشة يحتوي على ستة ألوان أيضا الثوب اللي هو يريد شراؤه إما أن يكون عندي ثلاث أنواع من الأكمام وأيضا عندي ثلاث أنواع من القبة وعندي نوعين من الفتحات الأمامية وعندي نوعين من الأزرار هل لابد عشان أعرف عدد البدائل المتاحة لذا سعب هو أني أرسم رسم شجري أو أرسم جدول أو قائمة منظمة؟ أكيد لا أكيد فيه بديل ما هو البديل؟ البديل لإيجاد عدد عناصر فضاء العينة أو عدد الخيارات المتاحة لذا سعب هو أني أضرب جميع نواتج هذه الخيارات باستخدام مبدأ العد كم نوع من القماشة نقولنا؟ خمسة الألوان ستة ألوان الأكمام ثلاثة القبة كام؟ ثلاثة الفتح الأممية كام؟ ثنين الأزرار كام؟ ثنين وبالتالي لدى سعد نضرب خمسة ضرب ستة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب اثنين فيكون الناتج ألف وثمانين وبالتالي يكون لدى سعد ألف وثمانين خياراً ليختار ثوباً مناسباً ألا ما نشوف تحقق من فهمك؟ نحن بيقول لي أوجد عدد النواتج الممكنة في الحالات الأتي الفقرة رقم A اختيار إجابات لجميع الأسئلة المبينة في النموذج المجاوض النموذج العليسار فيه عندي نموذج إجابة يحتوي على أول ستة أسئلة من هذا النموذج يحتوي على أربع اختيارات إما أن تختار الإجابة A أو B أو C أو D وفي السؤال الثاني أيضاً إما أن تختار A أو B أو C أو D وفي السؤال الثالث والرابع والخامس والسادس أما الأربع أسئلة المتبقية إما له صواب وخطأ إما أن تختار الصواب اللوتي true أو أن تختار الخطأ اللوالA الفالس اللوالF كم سؤال من نوعية الصحة الخطأ عندي أربع أسئلة وبالتالي إجمالي عدد أسئلة الاختبار كلهم عشر أسئلة ستة منهم اختيار من متعدد له أربع اختيارات A وB وC وD وأربع أسئلة صواب وخطأ T وF طيب يا تارى ما هو عدد النواتج الممكنة في هذه التجربة طبعاً عندي ستة أسئلة من نوعية الاختيار المتعدد لكل واحدة فيهم تحتوي على أربع اختيارات A وB وC وD فهندرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة اللي هو أربعة مضروبة ستة مرات أو نقدر نقول عليها مباشرة أربعة وث ستة ضرب كم كم سؤال عندي صح وخطأ أربعة سئلة يبقى اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين أو نقدر نقول مباشرة اثنين وثربعة وبالتالي يكون عدد نواتج أو عدد عناصر فضاء العينة يطلع كامل ناتج خمسة وستين ألف خمسمية ستة وثلاثين خمسة وستين ألف خمسمية وستة وثلاثين كمان مرة هذا السؤال بيتكلم عن أنه عندي نموذج اختبار يتكون من عشر اسئلة ستة اسئلة منهم اختيار ممتعد يحتوي لأربع اختيارات وأربع اسئلة تحتوي على اسئلة صح وخطأ true أو false طيب ما المطلوب عدد عناصر فضاء العينة أو عدد النواتج الممكنة عندك ستة اسئلة كل واحدة فيهم تحتوي على أربع اختيارات فنضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة أو أربعة أسة ستة ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين او اقدر اقول اثنين أسة اربعة وبالتالي اضرب اثنين أسة ستة ضرب اثنين أسة ستة فنحصل على الناتج خمسة وستين الف وخمسمائة وستة وثلاثين دي اجابة الفقرة رقم ايه طيب الفقر رقم بيه رمي مكعب مرقم اربعة مرات اربع مرات طبعا مكعب الارقام بيحتوي على ستة ارقام ليه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة طيب لو رميته اربع مرات يبقى نضرب ستة ضرب ستة ضرب ستة ضرب ستة او ستة قصة اربعة فيكون الناتج عبارة عن الف ومتين وستة وتسعين السؤال الاخير احذية اختيار زوج من الاحذية من بين المقاسات تسعة وثلاثين واربعين وواحد واربعين واثنين واربعين 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 وخمسة واربعين يبقى انا دلوقتي عندي كم مقاس تسعة وثلاثين واربعين وواحد واربعين واثنين واربعين وثلاث واربعين واربعين وخمسة واربعين سبع مقاسات مختلفة الوان اسود وبني او رمادي او ابيض يبقى عندي اربع الوان يبقى عندي سبع مقاسات واربع الوان ويمكن ان يكون من الجلد الطبيعي او الصناعي يبقى عندي كمان نوعين اما ان يكون من الجلد الطبيعي او من الجلد الصناعي وعندي ايضا ثلاثة اشكال مختلفة للحذاء طيب كم عدد النواتج الممكنة او كم عدد عناصر فضاء العينة طبعا هنا هندرب السبعة اللي هما المقاسات المختلفة ضرب الاربع اللي هما الاربع الوان المتاحة اللي هما الاسود والبني والرمادي والابيض ضرب اثنين اللي هما الجلد الطبيعي او الصناعي ضرب ثلاثة اللي هما الاشكال الثلاثة المختلفة أضربهم في بعض السبعة ضرب أربعة ضرب اثنين ضرب ثلاثة فيكون الناتج 168 ناتج عدد عاصر الفضاء العينة أو 168 عنصر وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس وجزاكم الله خيرا والتلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا